السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأربعة من أغسطس طبعا القمر اليوم موجود في برج الدلو ولكن اليوم يعتبر من أصعب الأيام اللي مرت فعشان هيك بدك تركزوا بالزوايا بشكل قوي جدا لأنه في أحداث مش سهلة القمر الآن زي ما حكينا موجود في برج الدلو هو في منزلة سعد الأخبية فهي للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الأربعة أو من عصر يوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناته منشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا البطيئة في البداية أول زاوية زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهذه الزاوية تأثيراتها من يوم 21 سبعة ليوم 13 ثمانية طبعا ذروتها بعد قليل فإذا اليوم يعتبر ذروت هذه الزاوية بتخلق جو من التسامح بحيث أننا نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا من مديد العون لإلهم كما أنها تدفعنا للتراجع عن الأخطاء تجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبرضو بتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس أي الزاوية من يوم 37 إلى يوم 17 ثمانية تأثيراتها طبعا ذروتها يوم 9 ثمانية يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقات عاطفية ممكن أنها تكون لها عواقب وخيمة هذه فترة برضو حكينا عنها غير صالحة لأي شيء له علاقة بالفن أو الفنانين وممكن أن يصير بعض التقلبات المالية على مستوى بنوك ومؤسسات مالية مفاجئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها من يوم 28 سبعة إلى يوم 16 ثمانية طبعا ذروتها يوم 7 ثمانية فبتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه برضو من ميل للعيش دون مستوانة منبذر أموالنا ومننجذب للمراهنات والإقمار والرهان والأشياء اللي زي هيك والمضاربات المالية وهذا الشيء ممكن يعرضنا لمشاكل مع سلطات أو مع العدالة هذا الاتصال غالبا بيسبب لنا مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هذه زاوية منفصلة ولأن تأثيراتها من يوم 28 ستة إلى يوم 12 هذه سبب بعودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو حدث قديم أو موضوع قديم بيرجع بيظهر على الساحة بيدعم وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها وهنا المشكلة عشان هيك بتكون تركزوا بشكل جيد أول زاوية هي زاوية التقابل السلبية أي اكتمال القمر يعني زاوية التقابل بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية طبعا ذروتها بعد قليل ولكن تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وحتى ظهر يوم الأربعاء هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين برضو بتجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية دروتها ساعة وحدة و37 دقيقة فجرا من فجر اليوم الأربعاء تأثيراتها من الآن وبتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وممكن نثق في وعود غير واضحة أو نقبل باقتراحات غير منطقية بدنا نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه ممكن يعرضنا لعسر هدم أو تخمي يعني بمعنى آخر ندير بالكم من النصابين والمحتالين والأشخاص اللي ممكن يخدعوك ويتأمر عليك بالخفاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين زحل هذه الزاوية بدأت تأثيراتها يوم 29 سبعة ومستمرة تأثيراتها ليوم 6 ثمانية طبعا اليوم ذروتها الساعة 2 و17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتسبب التعب والقلق والحذر والميلة الكآبة بتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين بتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا وممكن تسبب حوادث لها علاقة بالاتصالات والمواصلات برضو بتدل على انتقاد الصحف والجرائد لتراجع مردودية في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي اللي هي صناعة ثقيلة ومؤسسات الدولة وبرضو ممكن تشهد هاي الفترة إضرابات واحتجاجات لتحسين أوضاع اليد العامل في قطاع التعدين والمناجم وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية أو سياسية أو غير مغلوطة أو تنكشف للعلن أو فساد في بعض مؤسسات الدولة أو المؤسسات المالية أو العمن الوطني أو قوانين وقرارات إلها علاقة بالصحف والجرائد والنشر والأمور اللي زي هيك أو اعتقالات لبعض الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذا المجال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية ذروتها الساعة 43 دقيقة بعد العصر بعد عصر اليوم الأربعاء تأثيراتها من صباح يوم الأربعاء وبتستمر حتى مساء يوم الأربعاء برضو يعني بتظل تقريبا يعني نقول طيلة اليوم بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن تعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة ممكن أنها تعرضنا للفراق مع أحبانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة الزهرة اللي بتتراجع هذه الزاوية دروتها ساعة تسعة وأربعة عشر دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء تبدأ تأثيراتها من ظهر يوم الأربعاء وبتستمر حتى مساء يعني مغرب يوم الخميس تقريبا أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه في الفترة هاي بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب بتشكل عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية فعشان هيك بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين كثير دون أن نشعر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ ساعة تسعة وأربعة عشر دقيقة مساء من مساء يوم الأربعاء ورح يستمر لغاية الساعة ثلاث وخمس دقائق من صباح يوم الخميس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأحضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما نعمل لها عمليات جراحية بطة الساق والكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد هرمونات الغد الدراقية إجمالا هذا اليوم لا يصلح للعمليات الجراحية لأنه أولا سلبي بكل زوايا واثنين برضو القمر مكتمل وهذا الشيء يعني بحفز أمور إلها علاقة بالنزف فعشان هيك ما مننصح بالعمليات الجراحية أما بالنسبة للعمليات التجميل فطبعا الزهرة بتتراجع واليوم كلها زوايا سلبية فما بنصح نهائيا بأي شيء له علاقة بالتجميل على مستوى إزالة الشعر بالليزر أيضا ما بنصح فيها عما بالطرق التقليدية الناس اللي ما عندهم مشاكل فعادي جدا هذا اليوم بالنسبة لقص الشعر التجميلي الآن الزوايا كلها ما بتنصح في هذا الموضوع فممكن قصة الشعر ما تيجي بالشكل اللي أنت بترغبه أو اللي كنت تتأمله أو يصير فيه بعض الأخطاء فلو أجلت الموضوع يومين بيكون أفضل ولا يصلح لا للصبغ ولا للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام الساعة 35 دقيقة بعد العصر بصير 17 يوم نسبة الإضاءة بصير 98% بدأ البدر يتناقص ولكن لو نظرت للبدر إلى القمر ما رح تشوف أنه متناقص ولكن هو متناقص بنسبة 2% تقريبا أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية منتحس بنسبة 40% الآن في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% القمر في الدلو حتى يوم 3 ثمانية منتحس الآن بنسبة 15% ساعات منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 40% ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 60% أما في ساعات الظهر بنزل لـ 40% بعدين برجع بتصاعد في ساعات المغرب وبيرتفع نسبة النحوس لـ 100% عطارت في العذراء حتى يوم 23 ثمانية سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات العصر بسبب زابوية التقابل بصير منتحس بنسبة 10% الظهرة في الأسد بتتراجح حتى يوم 4-9 منتحسة بنسبة 60% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 4-9 منتحس بنسبة 25% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً اللي وصل معنا لهون وما حط أي شيء على الكبسات اللي تحت ينزل يكبس يعني يكبسوا لايك ديسلايك كومنت شير سبوا اندحوا شكر دعاء أي شيء بدكوية المهم اعملوا لكم شوية نشاط على القناة والمش مشترك يشترك طبعاً الأشخاص اللي ما بتوصلهم الإشعارات وهم مشتركين بالقناة يدخل يلغي اشتراكه ويرجع يشترك مرة ثانية ويفعل زر الجرس مرة ثانية عشان يرجع يتنشط باليوتيوب هاي المشكلة من اليوتيوب مش من عندي أما بالنسبة لموضوع أنه يا سعيد أنت منزل حلقات لأسبوعين لقدام وهاي الحلقات احنا ما بنقدر نشوفها هاي للمنتسبين ليش احنا ما بنقدر نشوفها لأنها للمنتسبين أنا بسجل حلقات عادة يعني هاي الحلقة أنا بمسجلها يوم عشرين سبعة فهاي الحلقات عشان أنا كريدت أو نوع من أنواع الرد الجميل بمعنى آخر للمنتسبين اللي اشتركوا عشان يكون لهم خدمات خاصة فيهم فهاي الحلقات اللي أنا بسجلها بنزلها بالبداية للمنتسبين وفي وقتها أنا بشيرها لباقي المشتركين طبعا أعذروني لأنها هاي مزايا أساسا اليوتيوب وهي طلب مني أعمل محتوى خاص للمنتسبين فما عندي غير الطريقة هاي إنهم يطلعوا على الحلقات قبل موعدها ممكن قبل بأسبوع بأسبوعين بشهر بيومين المهم شو أنا بقدر أسجل حلقات بتنزل للمنتسبين في البداية ومن ثم تعلن للعلن في وقتها فعشان هيك مش مجبر إنك أنت تنتسب بالقناة بما أنك أنت راح تشوف الحلقة في موعدها ولكن إذا أنت حابب تطلع عليها قبل موعدها يعني عندك قناة بدك تصير تحكي بالأبراج وحابب أنه يكون عندك محتوى بالأبراج ومعلومات عادي بتنتسب في القناة وتدخل بتحضر الحلقة وبتروح بتعمل القناة وبتبثها على أنك أنت كاتب كل الحكي هذا وأنت اللي بتحكي كل هذا الحكي وأنا ما راح أراجعك في الموضوع يعني عادي بإمكانك تعمل هذا الموضوع ولكن هي للمنتسبين زي ما أنا حكيت فأعذروني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتكتبالشوا تجهزوا حالك لأنه هس القمر بده يقترب من بيت متاعبك ولكن اليوم فيه نشاط اجتماعي وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة تقدروا تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنه ما تبقوا واحدين وحاولوا أنك تخرجوا للقاء الناس ولكن بتكتبطوا عصابكم أثناء التعامل مع الغير لأنه اليوم العصبية والحدية والتقلب بالمزاج موجود وهذا الشيء ممكن يسبب مشاكل مع أحد الأصدقاء أو مع أحد المعارف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن من الأفضل أنه اليوم هيك تضبط أعصابك حاول أنك تقدم أفضل ما عندك اليوم عشان تقدر تحقق إنجاز أو تحرز تقدم أو مفاجأة ولكن ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية فترة صعبة وحد شوي فيها بعض التقلبات أي تصرف محسوب عليك وممكن أنك تشوه سمعتك بتصرفاتك عشان هيك حاول أنك تراقب نفسك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة شوي يعني بتحيط بحياتك ممكن تعزيز علاقاتك الاجتماعية والعائلية فترى فيها بعض الإيجابيات ولكن لا تعتمد على الحظ إذا عندك امتحان حاول تكون هادئ أثناء الحوارات وانتبه أثناء قيادتك للسيارة وأيضا انتبه من ردات فعلك وممكن اليوم تسمع خبر مزعج جدا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك اليوم إطالة الخلافات والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعت إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق وممكن تناقش موضوع إلو علاقة بإرث أو موضوع مالي ولكن كثرة الالتزامات وخصوصا العائلية منها أو الأخبار اللي إلها علاقة بالأخبار الخاصة اللي ممكن إنها تزعجك أو أمور إلها علاقة بردات ردود بتنتظر ردود إلها علاقة بالوضع المالي هي اللي تزعجك فبدك تنتبه منها وتنتبه من النصابين والمحتالين برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ولكن تذكر أن القمر موجود مقابلك تماما فهذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أو تعزيز العلاقة مع شركاتكم بالمال أو العاطفة ولكن حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك اليوم لا التوتر ولا الجدال وبدك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات بأنه اليوم أي شيء ممكن أنه يستفزك وأي شيء ممكن يعمل لك ردة فعل أنت الخسران فيها برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم القمر في البيت السادس بده يبدأ في مراحل المقابلة معناته اليوم بدك تتوقع أنه رح يكون عندك عمل كثير وممكن يتراكم عندك وممكن يكون في عندك بعض المشاكل حتى بالعمل أو مع زملائك بالعمل حاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضه بدك تنتبه اليوم إلى غذاءك وراحتك وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت تجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة وإهدأ وكي أكون كون 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 عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة من المفروض أنها تكون إيجابية ودعملة إلك بقوة ولكن اليوم حساسيتك عالية ومفرطة جدا فبدك تلتزم الهدوء الكامل مع أحبائك أو مع أبنائك اليوم تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة لأنها الظروف ملائمة للغراميات ولكن حساسيتك لزيادة ممكن تخرب أي شيء إلى علاقة بالعلاقة العاطفية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أو تظهر بعض الأعطال المفاجئة أهم شيء مكما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية في مسألة لها علاقة بالعقارات أو بالبيت أو بالعائلة هي اللي رح تطغى خلال هذا اليوم وتأرقك شوي بأفكارك أو برأيك أو بحدية طباعة فضبط العصاب مطلوب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو بيكون لهم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار طبعا بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات ولكن بدك تحذر من بعض الكلمات اللي ممكن تطلع منك يعني تجرح فيها الغير حافظ على كلامك وهدوء أعصابك انتبه أثناء تنقلاتك حركتك وقياتك للسيارة أي أهم نقاط لازم تنتبهلها وإذا عندك امتحان لا تعتمد على الحدود بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بركز على الأمور المالية صحيح إنه فيه فرصة لمكسب مالي ابتي بيجي هذا المكسب على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ممينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهمش إنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي إنه تتفائلوا هاي وحدة اثنين بتكوا تنتبهوا من النصابين والمحتالين وأيضا النهم أو الشغف للتسوق وإسراف الفلوس والتعامل مع المحتالين اللي ممكن ينصبوا عليك وما يرجعوا لك فلوسك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم يعتبر أفضل بكثير من الأيام الماضية لولا الزوايا المتشكلة اللي ممكن تعمل عندك تقلب في نفسيتك أو تقلب في مزاجك إلا إنه إذا جاوزتها وما خليتها سيطر عليك معناة اليوم هذا بيكون من الأيام المميزة بوسعك إدارة أو المبادرة بخطوة جديدة ادعم من مركزك الاجتماعي وإدارة المواقف انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود ولكن عليك أنك تتحلى بالحكمة والواقعية للأمور وأيضا ما تتسرع بقراراتك تشتد عزيمتك ترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك ولكن بدون عصبية ممكن أتحقق نجاح باهر إذا التزمت بهذا الكلام برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فعشان هيك بسيطر التعب عليكم اليوم والتقلب المزاج عالي جدا والوسواس والأحلام والأوهام رح تسيطر عليك فحاول أنك اليوم تنظم أمورك وتحافظ على صبرك أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوى تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك ولكن زي ما حكينا ضبط النفس مطلوب وبرضه في نفس اللحظة ما تخلي الأوهام والنفسية وتقلبها يسيطر عليك يعني اعمل بشكل روتيني ولكن احذر ممن يتآمر عليك بالخفة طيب اللي سمع الحكي في بدء يعني لما حكيت حطوا اللايك ورغيت كثير أنا في أكثر من موضوع وبرضه نسي أنه يحط لايك فأنا بدي أحد أذكره حط لايك أو ديسلايك أو كومنت أو شير أو ديسلايك أو يلغي اشتراكه أو يشترك أو يعني أو يلعب جنباز أو يرقص أو يسب أو يعني دعسوا كبسوا واضغطوا اعملوا أي شيء على هالكبسات الموجودة تحت ما عدا الدعم والانتساب لا تكبسوا عليهم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر